رجل يريد شراء سيارة ولا يملك المال فطلب من البنك أن يشتري له السيارة ويقوم البنك ببيعها على هذا الرجل بالأقصاد هل ذلك داخل في الربا؟ إذا كان البنك عنده سيارة أو سيارات معدها للبيع فلا بس أن تشتري منه أما إذا كان ما عنده شيء وإنما يشتريها لك يشتريها لك ويسلم ثمنها ويأخذ عليه زيادة منك فهذا ربا يسلم ثمنها قرض يقرضك إياه ويدفعه للبايع السيارة ثم يسترده بزيادة هذا قرض هذا قرض ويكون ربا هذا ما هو بيع نعم